عقد مجلس الوزراء جلسته الخامسة الأتيادية لسنة 2023 واتخذ جملة من القرارات أهمها الموافقة على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة التعاون حول الطاقة في العراق المرحلة الثانية المحدثة بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال أليكتريك انترناشنال لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون الموقعة سابقا في 15-21-2018 كما تمت الموافقة على ما يأتي المصادقة على توقيع تعاون لبرنامج الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز أنيرجي آي جي بعد تنازل الشركة السابقة كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة وأيضا ملحوظات أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع كما تمت الموافقة على تمويل وزارة المالية مبلغ قدره مليار وخمسة مائة مليون دينار إلى سلطة الطيران المدني لمعالجة قلة التخصيصات المالية وقرب موعد التدقيق الأمني للسلطة تنفيذا لما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية حسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022